السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في مدرسة تطوير الإلكترونية دروس ودرسنا لهذا اليوم هو للصف الأول ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني سنحل بإذن الله تطبيقات تدريبية على تسارع الجاذبية الأرضية إذن رح نراجع بشكل سريع ونتعرف على تسارع الجاذبية الأرضية ونقارن بين كتلة القصور وكتلة الجاذبية بداية هل يصح استخدام مصطلح الوزن على الرقم الذي يعطيني هو الميزان عندما تسعد على الميزان وتراقب وزنك هل يصح نستخدم كلمة الوزن فيزيائيا الوزن هو أحد مشتقات القوة ويقاس الوزن كما نعرف بالنيوتن أما قراءة الميزان فهي تعطيني الكتلة كتلة الجسم وتقاس بالكيلو 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 جرام وبإمكاننا الاستدلال على هذا من خلال قانون نيوتن القوة القوة تساوي الكتلة في التسارع القوة أو الوزن وتقاس بالنيوتن الكتلة كنا أنها تقاس بالكيلو جرام أما التسارع أما التسارع فيقاس كما نعرف بالمتر لكل ثانية تربيع في حالات تسارع الجاذبية الأرضية نستبدل A بG التي هي تسارع الجاذبية الأرضية وقيمتها 9.8 من 10 الآن لو أردت إيجاد G تسارع الجاذبية الأرضية لأي كوكب فإني أقوم بقسمة القوة على الكتلة وكما نعرف أن الوزن بالنيوتن والكتلة بالكيلو جرام هذا يعني أن تسارع الجاذبية الأرضية يقاس أيضا بيحدث النيوتن لكل كيلو جرام ومن خلال هذا القانون أيضا إذا أردت إيجاد الكتلة فأجد أنها تساوي الوزن مقسوما على تسارع الجاذبية الأرضية وكما نعرف الوزن بالنيوتن والتسارع الجاذبية الأرضية كما وجدناه قبل خليل نيوتن لكل كيلو جرام إذن النيوتن مع النيوتن يتبقى عندي كيلو جرام إذن الكتلة تقاس بالكيلو جرام إذن الكتلة هي عبارة عن ميل المنحنة هذا الميل ميل هذا المنحنة فرق الصادات على فرق السينات طبعاً يكون هذا الميل هو ميل القوة وميل التسارع القوة بالنيوتن والتسارع قلنا بالنيوتن لكل كيلو جرام سيعطيني الكتلة م نبدأ الآن في حل بعض المسائل ونبدأ بهذا السؤال كتاب كتلته 1.25 كيلو جرام ووزنه في الفضاء 8.35 نيوتن ما قيمة المجال الجاذبي في ذلك المكان في ذيك النقطة ما هو مقدار الجاذبية إذن نكتب المعطيات أول معطى في هذا السؤال هو الكتلة والتي تسايع 1.25 كيلو جرام والمعطى الثاني هو الوزن نرمز له بالرمز F ويساوي 8.35 نيوتن ويريد إيجاد G عند تلك النقطة إذن من قانون نيوتن القوة أو الوزن يساوي الكتلة في الجاذبية يصبح القانون الآن بالشكل التالي G يساوي F على M الوزن على الكتلة أعوض الوزن يساوي 8.35 قسمة الكتلة وهي 1.25 سأجد أن الجاذبية عند تلك النقطة تساوي 6.68 والوحدة هي نيوتن لكل كيلو جرام ما رأيكم في هذه القيمة؟ هل هي قيمة أكبر من تسارع الجاذبية الأرضية أم أقل؟ تسارع الجاذبية الأرضية هو 9.8 من 10 نيوتن لكل كيلو جرام إذن هذه القيمة قيمة أقل نأخذ سؤال آخر كرة كتلة الأولى 8 كيلو جرام وكتلة الثانية 6 كيلو جرام والبعد بين مركزهما 2 متر احسب قوة الجاذبية بينهما ما هي القوة التي تؤثر كل منهما في الأخرى؟ نكتب المعطيات كتلة الكرة الأولى 8 كيلو جرام وكتلة الكرة الثانية 6 كيلو جرام والمسافة بينهما R 2 متر ويريد إيجاد F القوة بين هاتين الكرتين إذن القوة F تساوي G في كتلة الكرة الأولى في كتلة الكرة الثانية مقسوما على المسافة تربيع نقوم بالتعويض بشكل مباشر وجي له قيمة ثابتة 6.67 في 10 والسالب 11 مضروبا في M1 وهي 8 مضروبا في M2 وهي 6 ومقسوما على المسافة تربيع وهي 2 تربيع سأجد أن القوة بين هاتين الكرتين قوة التجاذب بين الكرتين تساوي 8 في 10 سالب 11 نيوتن أي أن الكرتين يتجاذبان بقوة مقدارها 8 في 10 سالب 11 وهي قوة صغيرة جدا 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 لا نحس بها نأخذ سؤال آخر إذا علمت أن قوة الجاذبية بين الكترونين 5.54 في 10 السالب 71 نيوتن قيمة صغيرة جدا 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 بين الإلكترونات وأن البعد بين هذين الإلكترونين 1 متر فما هي كتلة الإلكترون يريد الآن أن يوجد كتلة الإلكترون نكتب الموطيات القوة F تساوي 5.54 في 10 السالب 71 نيوتن والبعد بينهما R تساوي 1 متر المطلوب هو إيجاد كتلة هذا الإلكترون سأستخدم نفس القانون في المسألة السابقة القوة تساوي G في كتلة الإلكترون الأول في كتلة الإلكترون الثاني مقسوما على المسافة بينهم تربيع الإلكترونات جميعها لها نفس الكتلة إذن بإمكاني أن أقوم بعملية الضرب بين الكتلتين ويصبح القانون بالشكل التالي القوة تساوي G في M تربيع وهو M ضرب M مقسوما على R تربيع المطلوب هو إيجاد الكتلة وهي M سيصبح القانون بالشكل التالي M تربيع تساوي F في R تربيع مقسوما على الج G أقوم بالتعويض M تربيع تساوي القوة ومقدارها 5.54 50 في 10 والسالب 71 مضرومة في المسافة تربيع وهي 1 تربيع ومقسوما على G وهي قيمة ثابتة مقدارها 6.67 في 10 والسالب 11 سأجد أن M تربيع تساوي 8.2 في 10 والسالب 61 هذه ليست قيمة M هذه قيمة M تربيع إذن أقوم بأخذ الجذر التربيعي للطرفين فالتربيع يختزل مع الجذر وتصبح قيمة M تساوي 9.11 في 10 والسالب 31 كيلو جرام إذن هذه هي كتلة الإلكترون نأخذ سؤال آخر إذا كان وزن عبدالله على سطح القمر 145 نيوتن فما هي قيمة مجال الجاذبية للقمر أي G إذا علمت أن كتلة عبدالله 91 كيلو جرام لاحظ أنه أنا أعطاني الوزن وأعطاني الكتلة لعبدالله نكتب المعطيات الوزن نرمز له بالرمز F لأنه قوة ويساوي 145 نيوتن والكتلة تساوي 91 كيلو جرام ويريد إيجاد الجاذبية إذن القانون نيوتن F تساوي M في G المطلوب هو G إذن G يساوي F قسمة M وعوض في هذا القانون القوة 145 والكتلة والكتلة سأجد أن G تساوي 1.6 نيوتن لكل كيلو جرام إذن هذا هو مقدار جاذبية القمر 1.6 والكرة الأرضية 9.8 من 10 إذن جاذبية القمر أقل بكثير من جاذبية الأرض لماذا؟ لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض إذن بكذا يكون وصلنا لنهاية الدرسة لهذا اليوم أخذنا تطبيقات على تسارع الجاذبية الأرضية وعلى قانون نيوتن لجذب الكوني وعلى مجال الجاذبية هذه هي مراجع درسنا لهذا اليوم وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية نراكم بإذن الله في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته